اشتركوا في القناة حياة الفرح والنجاح حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة ما ليس معي فهو علي ما ليس معي فهو يفرغ ما ليس يجمع معي ما ليس يساعد هو ضد روحكم سعايز يوقز التأحف ده جوان إن ما كنتش بتعمل عن عمد فأنت بتعمل العكس إن ما قلتش لأ عن عمد فأنت بتقول آه أفكار العملة تتعرض عليك أو المشاعر إليس بيدي أفكار سعيد بيدي مشاعر سعيد بيدي إرادة ويحسسك عكس تماما يثبتكم يكملكم ويقويكم يدعينكم يديلك انطباعاته أنت في حالة من الزهق أنت في حالة من الملل أنت في حالة من اليأس أنت في حالة من الأحباط أنت مخنوق الحاجات دي كلها هو بيلقيها عليك ما فيش غير كلمة طالرة الوحيدة اللي بتكشف إن ده هو بيلقى عليك ده مش فيك إذا كنت مرود من الله حالة من التسيب حالة من الكسل هذا ليس أنت لو مرود من الله حالة من الرفض للنصيحة حالة من حب إنك إنت تكون بتاخد راحة راحة من الكلمة تحت مسمى أصلي أرهقت كتير رأى أفكار دي مش بتعبد أفكار دي عدو أنت تستلز أنك تشوف بعض المشاهد ما فيش حاجة غلط تسمع على بعض الموسيقى والأغاني ما فيش حاجة غلط تخفي حالة من القبول وده اللي بدأ فيه الخداع الخداع داخل داخل بالقوة في العالم إن ما كناش نلحى نفسنا هنتلوث بي شكرا بيصلي أنا بصلي أن تكونوا بلا عثرة أي غير ملوثين وأن لا تلوثوا أحد تكلم عن الناس اللي بتمشي غلط فتلوث أحد المؤمن لا يلوث أحد لو ماشي صح خداع 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 يشمل كل النواحي حتى على مستوى العالم خداع تبقى أنت كل واحد حسب الطريق اللي هو شايفه طالما أنت بتحب ربنا مش لازم تقبل يسوع مش لازم كذا خلاص ليه هو ده حلم من التحرر الفكري حلم الليبرالية اللي الشخص بعدها في الأخر خلص يعتقد وهما كونه امبسط بترنيمة لكن لماذا ما قبلش يسوع أنه هو كده خلص أنه لو هو امبسط من جوه هو كده خلاص خلص أو لو مش في الجو ده هو أساسا لو هو فقط بحب الله بيكلمه فهو كده خلص طالما أنت نواياك حسنا طالما أنت بتعمل حاجة وحشة كام واحد تقابل معاك أول ما تيجي تتكلم عن يسوع لك قرب جوة ما حاجة غلط أنا لا أخضب ربنا لماذا؟ الدماغ راحة فيه ما أسس جوه الناس من سنين نحتاج أن نصحة ونصحة للأسف في ظل كل دو نجد مؤمنين ودرسين في الكلمة لسه وعين في هذه الفخاخ لماذا؟ لأنه لم يقلوش لا الشخص اللي مش بيعمل رب بيقوله بيعمل عكسه في حالة من الإلزام لفظ الإلزام موجود في كتاب مؤدس سأكمله في هذه السلسلة لكن في حالة من العدم التأدير لهذا الإله حتى لو تحب الرب لكن يوجد درجات تجعلك أن تقول لا تحت أي مسمى الدرجة دي الموصلة الهاش يبقى أنت كده مش بالثوب السليم الكتاب المؤدس عائز في 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 هل أنت معك شهد؟ متى ٢٢٢ وعدد واحد وجعل يسوع يكرمهم أيضاً بأمثال قائلاً يشبه ملكوت السماوات إنسان ملكاً صنع عرصاً لابنه وأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرص فلم يريدوا أن يأتوا فأرسل أيضاً عبيداً آخرين قائلاً كل المدعوين هو ذا غدائي عددته ثران ومسمناتي قد ضبحت وكل شيء تعالوا إلى العرص لكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقرية وآخر إلى تجارته والبقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم كلم عن الرسل والأنبياء فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم ثم قال عبيدي أما العرص فمستعد وأما المدعوين فلم يكن مستحقين اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرص فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالحين فامتلع العرص من المتكيين فلما دخل الملك لينظر المتكيين رأى هناك إنسان ما يكن لابساً لباس العرص نعود إلى الخلفية التاريخية هناك حالات من العرص ليس كل العرص ليس كل حالات الاحتفاليات بيحصل فيها لكن يوجد حالات الاحتفاليات بيبعث إكراماً للشخص طريقة الدعوة اللبس بالعرص هذا يصبح شيء فخم جداً حاجة لديها تقدير عالي جداً فالشخص يدخل لابس هذا الثوب يبقى لابس لبسه فوق هذا الثوب هذه عادات عندهم لكن وجد شخص دخل لكن ليس لابس ما معنا هذا الكلام رب يسوع عايز يتكلم عن حاجة هنا اللبس لدى العادات والتقاليد اليهودية ليه دعوة بالشخصية كيف يقول البسه الجديد في أفز أربع يعني ليه دعوة بالشخصية شرحتها من سنين في موضوع البره ليه دعوة بالمعمودية؟ إن الشخص مغطس بشيء طريقة التطهير عند اليهود هي الرش لكن طريقة إن الشخص ينغمس في الشيء يلبس الثوب فجي يحل المعمدان عمل حاجة مطبقة إنه عمد الناس كتجديد عليهم كتطفير لكن يوجد سابقة لديهم من هم كانوا يلبسوا الحاجة أي معناها أنا في الريسي أنا جامع ضرائب اللبس اليوم من هذا اللبس له معنا ماذا أريد أن أقول رب يا صاحب؟ نهاية هذا الشخص إنه قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت ما يرفعش يتناقش حين إذ قال الملك الخدام أربطوا رجلي ويديه وخذوا وأترحوا في الظلم الخارجية هناك يكون البكاء وصل أسرى هذا الشخص لم يأخذ الشخصية اللبس هو الشخصية لم يأخذ الشخصية إلى رب عايز الإنسان عليها وحاول يدخل إلى جو الكنيسة لكن محتفظ بشخصيته لبسه لم يلبس الثوب أي لم يتغير إلى الثوب بتاع الحفلة دي وكتاب يسميها حفلة الكنيسة هي حفلة فدخل الشخص أنا مش تتكلم عن السمع مش بتتكلم عن شخص يتفاجئ في السمع بتتكلم عن الأرض هنا شخص دخل جو الكنيسة لكنه لم يغير لبسه لم يضع الثوب بتاع رب على حياته فبالتالي دخل لكن يوجد إله صاحي فالآخر خالص هذا الشخص لازم يلتزم بثياب العرس فنهايته كانت هلاك بمعنى دخولك إلى المسيح من ساعة بقبلت يسوع قد يكون عشرين ثلاثين سنة أربعين سنة يوجد ثوب إن ما لبستهوش أدعوك للقلق أدعوك إنك تبتدي تفهم يعني إيه التزام لازم تلحق نفسك لازم تغير حالك أسحوا أسهروا قد يكون دو بيتم لدى أشخاص لكن يوجد درجة صحيان وسهر هي الأفكار في ناس ماشية باستقامة لكن يوجد صحيان للأفكار بدما تتصحف العالم هتكلم كيف نأخذ بالنا من نقاط معينة؟ أريد أن أقف عند نقطة أسحوا وأسهروا لأن إبليس معظم الصحيان والصهر مرتبط لدينا بسبب بوترس وقولة خمسة بإبليس في حين كتاب مؤدس يتكلم عن أكثر من زاوية للصحيان والصهر ليست فقط إبليس ليست فقط الجو بتاع أن إبليس لازم نصحى ونصحر منه يوجد الصحيان والصحر بمنطلق تاني وتوجهات أخرى إبليس طبعا مشمول عشان كده عايزك توسع التعريف حتى لو أسحوا أسهروا مشهورة وحافظها لكن يوجد زاوية أوسع زي ما تيجي تصور وإنت بتاخد زاوية تنية ونلم بها صورة أكبر يوجد صحيان والصهر لحب الرب يوجد صحيان والصهر أنك تكون في حالة التفات لأفكارك وده وفعك أن تقول لا وأن تقول نعم أن تقول نعم للكلمة أن تقول لا للحق للإبليس وكل أفكار العالم عشان كده خليني أحطهم في نقاط أول حاجة محتاج أن تسحى وتسهر تجاه إبليس هذه الآية المشهورة لكن يوجد حاجات تانية تانية حاجة تجاه نفسك محتاج أنك تكون صاحي وساهر سنستلمهم واحدة واحدة أن تكون صاحي وساهر تجاه نفسك خليني أقرأ معك رسولة تسعة كمثال في هذا الأمر هذا الأمر 25 بعد أن نفهم تعريف السهر تستطيع أن تضع كلمة ضبط تحت كلمة سهر يقظى تحت كلمة سهر تستطيع أن تضع كلمات تانية فيها أي وضع حدود لماذا؟ نفهمنا التعريف فالقصة ليست أن أظهر نفس الكلمة في اليوناني هنا ولا هنا ولا هنا أنا أحتاج أن أفهم روح الكلام عندما أقل للشخص دعي بالك أن يوجد خطر لا يجب أن يكون اسم الحاجة خطر لكن قد تؤدي إلى الخطر لي قد تكون مكانة شغالة قد تكون دخلت مصنع المصنع المكان الذي فيه مشرير لكن لو أنت حطيت أيدك فيه خطر فلم يأتي فيه انذار خارجي دعي بالك فيه مخاطر هنا أنا ليس متوقع أن أدخل أن أجد كلمة هذه الآلة اسمها خطر واحد خطر اثنين لكن أنا عامل حسابي تأحبت أن يوجد مخاطر كلمة تشمل جواها أي نوع من مخاطر وبالتالي يأتي لقراءها على 25 كل من يجاهد كل شخص يضع التدريبات كل شخص يبدأ يضبط نفسه في كل شيء كل شخص في حالة منافسة يتكلم عن الرياضيين يضبط نفسه في كل شيء لا تنسى رب يسوع قال لهم الثوب بتاع المملكة دي ما ينفعش يكون شبه الكتب الفرسيين اللم يزد بالركم متى خمسة اللم يزد بالركم عن الكتب الفرسيين معنى كده رب كان بيتكلم عن مستوى مختلف عن الناس كانت شايفاء أعلى مستوى في الوقت ده لا تصلحوا لملكوت السماء مش هارفها تقول في السماء مش هارفها تقول في حالة المملكة اللي أنا هفتتحها هي السماء على الأرض بهذه الصورة يرفعكم بهذه الصورة يدعمكم بهذه الصورة يأخذك للحتة اللي أنت نفسك فيها نفسي أعبر الموقف ده بالقوة هل أنت صح وسائل؟ هل أنت متضع تحت الكلمة؟ هل تطلب نتائج وأنت مش زارع؟ التمثل عزل نفسك فيه أوقات بيبقى الشخص نتيجة تعاليم دخلت ذهنه يحتاج أن يفهم أن يلتمس العزل أنا جاي نتيجة أن أسست لكن ليس معنا كده ألتمس العزل معناها أن أنا أبقى على ما هو عليه يحتاج أفوه عشان كده كل من يجاهد يضبط نفسي في كل شيء أما أولئك أفريكي يأخذوا إكليلا يفنى أما نحن فأكليلا لا يفنى إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس من غير يقين الجملة دي مش واضحة في العربي هل تعتقدوا هل أنا أتحرك من غير هدف محدد؟ أنا عندي هدف محدد أنا عندي هدف الصحيان والسارة وأنتضع هدف أنا أريد أن أعيش للرب والهدف دور لا يرجعني منه شيء لا يثنيني عنه لا يوقفني عنه حالا هل فاكريني بدرب كأنني بدرب في الهواء؟ من غير عدوي يعني؟ لا أنا بقمع جسدي وأستعبده علشان اللياقة بتاعتي افتكر كلمة لياقة يكملكم اللي في بطرس يقولها خمسة لها دعوة باللياقة الشخص وأرجع إدرس الرياضة الروحية اللياقة الروحية الشخص بدلاً ما كان يأخذ نص ساعة يصلي اللياقة بتاعته إنه بدأ يعرف كيف يسيطر على جسده كان يعرف يصوم بدأت اللياقة تقل اللياقة اللياقة يتعامل مع الظروف والأحداث بنفس روحي طويل لا دعوة يتعامل بنفس بشري قصير يتعامل بمحبة غير مشروطة دلوقتي بدأ يتعامل بمحبة مشروطة بدأ يتخنق من الناس ويتدايق من الناس ما المنتج في الآخر؟ إبليس يبتلعه تأتي إلى هذا الشخص ويتحط في موقف لم أعرف أن تقوم بها معنا موقف تافح موقف تافح لأنه تدرب على الخطيئة دون أن يدري أفتكر الخطيئة ليست هي أن الشخص يكون في حالة يعمل خطايا شريرة بينها لكن هي ممكن تكون قبول أفكار سلبية قبول اتجاهات فكرية غلط ماذا كده؟ هذه من ضمن الآيات التي سنتحدث فيها عن كيف شخص يحرص نفسه؟ ثالث حاجة يحتاج أن تحرص قلبك تجاه الله تجاه الله؟ أه لأنه يوجد دائما طعم على هذا الإله متى 11 وعدت ستة جنب توقع يوحنى المعمدان تلميذ يوحنى المعمدان رد عليهم ورب قال لهم أنا هو المسيح آه رحوا وقلوا له أنه أنا وشرحت قبل كده من السنين يوحنى المعمدان ما كانش بدأ يشك يا طرد يا المسيح يوحنى المعمدان بعت السؤال دو استنكاري أنه إزاي سيبني بعد ما أنا مهدت ليك الطريق سيبني نفس روح إليها هي هي روح إليها بعد ما عمل حاجة رجع في الأخذ خلص انكسر لأنه ما كانش ماشي بإعداد سليم إليها كان ماشي بحماس الحماس شيء صح لكن يجب أن يكون في إعداد فيحنى تحرك لكفاء خلص تعثر في يسوع تعثر هذا ليس معناها شك ده يسوع لا ده بدأ يبعث له المرسال يقول له هل أنت ولا ورينه ورينه اللي هتعمله أنا مسجون رح رب قال لهم فعد ستة وطوبة لمن لا يعثر فيها يعني يوجد ناس بتعثر في رب ارجع إدلس في سالة العثرة تكلمت فيها ناس مثل الصماء في ناس تحب قوي تجيب العثرة في الآخر أنا تعثرت علشان محدش دخلت الكريسة محدش سالم علي أنا تعثرت لأنه محدش جي عزاني في الوفاة دي أنا تعثرت لأنه اتظلمت في الحكم في المواقف ده وكذا كتير شخص يدي لنفسه أعذار أعذار ففي الوقت دوا لا يحرص ولا وغير صح فيبتدي في المواقف دي غير صحي لكن إبليس عمل يتربص له عمل يتربص له إلى أن يبتلعوا وليس أعلم أنه في حالة الافتراس أمور تبدو بعيدة عن المشكلة التي ستواجه بعد قليل لكن هي المدخل لها قد تكون لو عربية بازت موضوع بسيط جداً ممكن يكون الزيت كان بنقص ليس خلل بصورة واضحة كأنه في حدثة حصلت لكن يوجد شيء عمل يصرب هو الشخص مثل كتاب يقول قبار لا تضبط ماء قبار مشققة في حالة من التسريب شخص يمكن يتحرك في حياته ولكن غير صحي وغير ساهم كتاب يتكلم أنك ممكن تعصر في الرب أبسط شيء هناك ناس تعودت على كده أنا صليت ما حصلش حاجة بدأ يعصر في الرب بدأ يعصر في الرب بدأ يوقع مع الرب شخصياً ودي كارثة كبيرة جداً الله شخصياً ويرحوا الناس يزروه ويبتدوا يطلعوا الوقات من الكتاب يقول لا أنا صليت وفيش حاجة حصلت يترد على أسئلة يقول لا أنا أنا مقتنع أبسط شيء استسلام استسلام لإيه؟ استسلام إلى مشاعر وأفكار لا يعلم أنها عبارة عن خداع عملة تسحب فيها السحيان والسهر أيضاً تجاه من حولك تجاه من حولك محتاج أنك تصحى وتصهر لمن حولك لأنه يوجد ناس ممكن أن يتكلم على فهم مملؤة 17 كلمت فيها في سلسلة العثرة وعدد واحد وقال لتلميذة لا يمكن إلى أن تأتي العثرات ولكن ما الذي تأتي بواسطته؟ أكيد ستحصل يعني معنى آخر روح القدس بضح لنا أنك تصلي أن هذه لا تحصل لا تحصل لا تحصل يوجد ناس مستخدمة لصناعة العثرة أو الشيء الذي يعرق للناس في حياتهم الروحات ستأتي لكن المشكلة التي ستأتي من خلاله ويل الذي تأتي بواسطته خير له لو طوق عنقه بحج الرحة وترحة في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغر روح قال اصحوا واصهروا بنفس المنطلق الذي شرحته أنه احترزوا لأنفسكم إن أخطأ إليك أخوك وابخوا نحن معتدين نحفظ إن أخطأ إليك أخوك اذهبوا إليه وعدوا لا صح لكن هذه الآية تختلف يقول خلي بالك على نفسك أحرس قلبك إن أعثرك أخوك أخطأ إليها تعرف العثرة اللي فوق حاول الشخص دوي يخفف الحياة الروحية يقول لك يعني مش لازم الاجتماع يعني مش لازم يعني مش لازم تصلي يا رجل تعالى بس عايز أحكي معك في حاجة وأنت أخذ وقت في الشغل بتاعك عايز تسمع حاجة وقت رست وقت بريك وأنت بتسمع بتاكل مثلا يأتي شخص يقول لك بس بس ركز معي بس ركز معي حالة من التخفيف كتاب يقول احترز وكلمة ببخه جاي معناها ضع له وقفه 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 لو سمحت فليل مش هينفع أنا مشغول ممكن نتكلم بالتليفون ممكن نتكلم بعضين بعد الشغل احنا مروحين اين كان ما الشخص صلح مصاره بطل يبتدي يعيقك بدأ لا يستحتر بك في بيتك ممكن ناس بتبتدي تستحتر بك ها هتبتدي تصلي يعني بعد ما انت صليت وقدت وقتك وغلطت لك فين الصلة اللي انت كنت بتصليها اسحى واسهر ضد هذه الأموش لان في بداية ما انت تبتدي تصلح الحياة بتاعتك هتجد مقاومات كتاب يقول هتأتي العثارات ما تجيش تقول انا ليه ليه بتجي عثارات في حياتي كتاب هتيجي يوجد ابليس في الأرض لكن انت بتعمل ايه معاه كتاب يقول وابخه وان تابه اخفر له غير مساره بدأ يبقى شخص ماشي صح خلاص اوكي قد ايه لا نهاية كاملة سبعة 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 يعني كاملة مثلا يعني لا نهاية مش الرقم اللي قاله لا نهاية فبالتالي مش معنى كده تقفل منه وباش אומר خلاص لو انت في مجموعة بيت بتصلي ويبقى انت في جروب بتتعلم الكلمة اول ما تتعثر من شيء تتلع من جروب تبتل تحضر في الاخر ايه؟ الحصيلة تصل run لماذا؟ إصحوا وإصهروا لأنه يوجد متربص الإبتلاع يحدث بصور مختلفة على الموقف نفسه تعالوا نرى الموقف اختلف كيف؟ رب يسوع جاء على الأرض الناس رفضت رب يسوع أول مطلع من الهيكل قال لهم بيتكم يترك لكم خراباً وعدل ظهره من هذه اللحظة فارق روح القدس الهيكل بعدها بأربعين سنة الهيكل تهدد أربعين سنة يعني في ناس ماتت في الفترة دي ما شفتش الآية بتاعت الرب وهي بتتقال أو بتطبق رفض رب يسوع في الصورة الظاهرية رب يسوع رفض خلاص جاء المسايا ورفضوه بمنطلق اللي فاهمين ده المسايا بمنطلقهم هم عادي واحد ما بيكداب جي والحقناه وقتلناه وبيقولوا عليه قام اكذوبا ده من ازبرهم لو انا بتفرج غوص نهاية الموقف ايه مرتبط بهدم الهيكل المنظر بتاع رب يسوع كشخص بيتقتل قدامهم ما رهوش دعوة بهدم الهيكل لو جيت سألت واحد تقوله على فكرة الكلام ده ليه دعوة بالمسايا لجيه يرجع يقولك يا راجل مالدب ده ده زي ما نهاردة بيحصل يجي تقول الشخص سلوكك بالمحبة ليه دعوة بالمرض اللي عندك مالدب ده ليه هو فاكر انه لازم يعمل حاجات معينة عشان يجيبوا المرض في حياته ده اللي أعلمه لماذا الشغل بينهار بتاعك؟ لماذا الدراسة بتاعتك لم تتعود زي الأول؟ لماذا هتدعم فلان انت بتصاحب عليه؟ مالدب ده؟ لا لا ده اقتصاد بلد حاجات تبان ماله هتجعه ببعض ليه؟ لانه بدأ يبتلع الابتلع ظهر في حتة تانية هو الساب نفسه في حاجة لكن ظهرت في حتة تانية أفكار الخوف أفكار الخوف أيوب قالها في أيوب ثلاثة الشيء اللي أنا خفت منه جيه علي معنى كده قبل بتحصل المشاكل بتاعته كان فيه مخاوف عملة تيجي أفكار عملة تيجي وهو يبص الأولاد ويبص الخير اللي عنده عملة تجي له أفكار في نفس الوقت هيروحوا منك هيروحوا منك هيروحوا منك بعض الناس يقولك لحسن تكون قيادة بروح القدس روح القدس يقولي على حاجة يمكن الحلم الشرير أو السلبي من روح القدس ينزرني لو أنت ماشي مع الكلمة بصورة صحة وبتعرف كويس جدا أنت تتدرب كيف تسمع سترح وستعرف تميز يعني فعلا هل في حاجات روح قسمك يكون ينزرك بيها ليس لأنها مشيئته بس عشان تصلي ضدها عشان تحصلش كده؟ يكتب يقول أنك لازم تحترز تاخد بالك لنفسك ما هي النقاط اللي أخد بالي منها؟ مش بس إبليس لكن كمان يوجد حاجة تانية أنت محتاج تاخد بالك أنك تصنع نقطة لبعض كده مجالك الفكري الشخصي الخاص لازم تكون في حالة من اليقظة في الأمر نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي او اس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر